مرحبا حضراتكم مرة تانية في تاني فقرات البيت الكبير النهاردة مع المعلق المتميز والناقد الكبير الريادي الدكتور طارق الأدور صاحب الإحصايات الكبيرة وصاحب الرؤية المتبيزة يلا يا خليفة دكتور طارق منورنا في البيت الكبير أهلا بيك وأهلا بكل أستاذ مشاهدين وسعيدة أكون معاك آخر مرة كنا مع بعض إمتى؟ 26 نوفمبر ليلة الأهل والزمالك وقعدنا حللنا كل نقطة في المباراة من نقاط القوة والضعفة في الفريقين وإزاي ممكن كل فريق أستغل للآخر واتكلمنا بكل على فكرة مش في قناة الأهل تكلمنا عن الزمالك عن الأهل بس لو تفتكر تكلمنا عن الزمالك بالزبط بكل تفاصيل نقاط قوته وضعفه وشكله ونص الملعب حيب أزاي ومين حيب قدام بنشارك ومين حيحصل إيه تكلمنا على كل النقاط دي يا رب تكون فيها الخير راح ندخلين على مباراة كبيرة كمان يعني خلينا قبل ما نخش في مباراة الضحيل رؤيتك للرؤية الشاملة لكاس العالم الأندية في النسخة دا يا دكتور اسمح لي بس عايز أقولك على حاجة لإن أنا النهاردة شرفت بإن أنا شوف العمل ده قبل ما كلمنا إنه عمل خاص برضو بكاس العالم الأندية لإن هي البطولة المؤهلة ليه اللي هي دورة أبطال أفريقيا أنا لحية أتفرجت على الفيلم التسجيلي اللي هو سر التسعة أنا باعتبر هذا العمل أنا معرفش مين اللي عمله ومعرفش فكرة مين وأنا سعيد أن أقولك أنا بشكر في العمل حتى كنت ممكن أسأل قبل ما تخل مين اللي عمل ده لكن أنا ما سألتش عشان يبقى شكري إلى الشخص اللي فكر الفكرة دي وعمل العمل ده لأنه عمل رائع جدا 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 ديجيتال ميديا النادي الأهلي هي اللي عمل هذا العمل هذا العمل يعني من أروع ما رأيت في مجال الرياضة خلي بالك في بطولات كتيرة فقدت لأن ما فيش حد فكر أنه يوسق هذا التوصيق زي عارف زمان كده ما يقولك إيه الحروب ومنه حرب 6 أكتوبر دي اللي احنا يعني عملنا فيها إنجاز لازال التاريخ يتحدث عنه حتى الآن لم تصور أو توسط بالشكل اللائق بالشكل اللائق اللي بقيمتها فمثلا على سبيل المثال بوركينيا فاسو 98 في حاجة عنها شوية المطشط بس والجوان والجوان بتاعي يعني عايز أقولك إيه إن في حاجات فقدت من التاريخ لأنها لم توسق توسيق جيد أن توسق هذا التوصيق وأنا شفت في الفيلم شوية نقاط أولا إيه بيمر لك بكل مراحل صعب أنت في الآخر أما تكسب البطولة بتنسى المراحل الصعبة تنسى مرحلة أنك إنت لسه داخل على مجموعات خسرت قدام النجم السحيلي المباراة التي طرت فيها قيبا أشر فيه في الواقع عن الحكاية دي بتنسى أنك إنت ماتش بلاتينا أما تعادلت فيه تدبست في إنك إنت أصبحت الموقف صعب جدا ولازم ما تخسرش قدام المريخ أما جت لعب المريخ الهلال السوداني أما جت لعب الهلال السوداني بتلعبه على أرضه في أم دورمان الملعب اللي كان مليام بالجمهور وإنت بأنفعش أنك تخسر فتناولت حتة حتة في هذا الكورونا فترة كورونا وغياب اللعيبة عن التدريبات واللعيبة اللي كانت بتضرب في البيت ولقطات عن تدريباتهم جوه البيت حاجة كانت جميلة أنا بصراحة عمل من أفضل الأعمال اللي شفتها وبقولك بشكر فيه رغم أن أنا معرفش مين الفكرة مين كشخص يعني أو أشخاص ولا أنه أتعمل بجهود مين مين المخرج؟ اللي أخرج هذا كان الصوت صوت الطيارة وهي نازلة صوت الطوب اللي بترمي على اللعيبة الأهلي في مطش الهلال صوت الجمهور وهو بيشجع في مطش أعتقد بلاتينوم صوت الناس اللي هي المشجعين اللي بره مصر حتى بيقول بطولة أفريقيا يا أهلي يعني الكلام ده كلام كان عالي كان فيه شغل عالي جدا يعني الحمد لله قناة النادي الأهلي حتى على مستوى التطوير الإنشاء لكن كمان على التطوير في مجال التكنيكل على مستوى الأفراد اللي بيشتغلوا ما شاء الله يعني على مستوى عالي جدا 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 وجود حضرتك دليل على كده لأن حضرتك كمان من المميزين جدا على مستوى التوصيق وده مهم جدا حضرتك أنك بتوصق كل صغيرة وكبيرة لأن فيه حاجات بتطوه زي ما حدرت بتطوه بتطوه حتى في الفرحة أو بتطوه في الحزن فيه حاجات بتطوعة يعني المفروض أنها بنفكر الأجيال ونفكر الناس بيها نرجع لبطولتنا رؤيتك الشاملة لهذه النسخة من كاس العالم الأندية شوف كاس العالم الأندية هذه المرة أولا جت بصعوبة شديدة جدا لأنها جت من خلال بطولة استمرت بالزبط 16 شهر 16 شهر ونص كمان من أول مباراة الأهل اللعب فيها أمامنا دي اطلع برة بطل جنوب السودان في الدور التمييد الأول لبطولة دورية أبطال أفريقيا يوم 12 أغسطس وانتهت يوم 27 نوفمبر 2020 من 12 أغسطس 2019 لغاية 17 ديسمبر 2020 هذه البطولة أما تحسبهم كده يطلعوا 16 شهر ونص في أي أطول بطولة مش أفريقية أطول بطولة في التاريخ حتى دورة أبطال أوروبا اللي وقف رجع في أغسطس الموضوع ما امتدش كتير لكن هذه البطولة بما شاهدت ده نمرة واحد نمرة اتنين الآلي الأول مرة بيروح البطولة وهو المتوج بأكبر عدد من مرات التأهل لها ست مرات لو بتجيب الفرق الباقي لقى الدوحيل بيلعب لأول مرة تلاقي إن تايجر أونال أو تيجرس أونال المكسيكي بيلعب لأول مرة تلاقي أولسان هيونداي بيلعب لتاني مرة بعد 2012 تلاقي باير ميونيخ بيلعب لتاني مرة بعد 2013 يعني حتى بالميروس وسانتوس سانتوس راح قبل كده لكن بالميروس مرحش يعني ممكن لو بالميروس هو التأهل من خلال المباراة النهائية بين سانتوس و بالميروس على كوبة لبرتادوريس فحيبق بيلعب برضو لأول مرة فبالتالي الخبرات التراكمية ما بقتش عيب ضد الأهلي زي ما كان الأهلي بيروح لأول ومعه فرق حتى لو ما لعبتش ما كانش كاس العالم الأندية في 2005 كانت تاني بطولة ما عندكش خبرات المستوى العالمي أقاب تلعب في بطولة أفريقيا و كسبان وبتلعب في الدوريات المحلية والمسابقات المحلية و كسبان فما كانش كنت تتلاقي مثلا إيه ريال مدريد معه ألقاب قد إيه برشلونة معي ألقاب قد إيه الفرق الكبيرة اللي كانت موجودة كانت عندها خبرات حتى بفرق أمريكا الجنوبية كانت بتلعب في الكأس الإنتركونتينتال إياك تتصبيب كاس العالم الأندية إياك تتمثل كاس العالم الأندية بس بين بطل أوروبا و بطل أمريكا الجنوبية كانوا بيعتبروا أوروبا و أمريكا الجنوبية الباقي ده ما ننجع احنا بس هم العالم دول فبيلعبوا مع بعض فكانت أندية بتلعب كتير من أمريكا الجنوبية وعندها الخبرات حتى عندها الخبرات باللعب في مستويات مختلفة عالمية الآهل لغاية 2005 ما كانش لعب في آه أعلى حاجة لعبها إيه دوري أبطال أفريقيا أو البطولات دي لكن 2005 و2006 و2008 بقت الخبرات تراكمية بقى النادي الآهل وأنا ضد من يقولك أن النادي الآهل حيلعب مستويات تانية لا من المستويات تانية ما عندهش خبرة يعني تيجرس أونال آه فريق كبير وفريق عنده لعبة كتير على رأسهم جينياك المهاجم الفرنسي جان بير جينياك لعب مميز جدا ومهاجم مميز جدا وهو بالمناسبة اللي سجل هدف فوزهم ببطولة الكونكا كاف وصعودهم لكسر علم الأندي فعندك أنت مثلا فرقة زي أولسان هيونداي فرقة مميزة جدا بالنواحي البدنية والخططية رغم ارتفاع أعمارهم بس يعتبر من أكتر فرقة البطولة ديناميكية يعني التشكيلة الأساسية الأولسان هيونداي فيها عشر لاعبين فوق الثلاثين ولاعب واحد طايهو اللي هو اللاعب الهف ديفيندر هو اللي عنده 23 سنة اللي بقى كلهم فوق الثلاثين اللي هو متوسط أعمار معدي يعني 32 سنة تقريبا بالزبط يعني يعني مثلا حتى جونيور اللاعب المهاجم بتاعهم نيجراو جونيور نيجراو عنده 34 سنة اللي هو اللي جاب برضو الهدفين فوزهم بالبطولة الأسيوية على حساب برس بوليس الإيران هتلاقي ان فريق احنا بنتكلمنا على قلسان وتجلسونها الدحيل القطري اصح مدجج بالنجوم هتكلم عنه شوية لانه أول مباراة وهي المباراة اللي هتحدث من خلال المصري بس هي النقطة دكتور اللي حضرتك بتتكلم فيها ان خبرات النادي الأهلي مقارنة بالخمس أندرية المتواجدة هو الأقصر خبرة في معادة بايرن طبعا معادة بايرن يعني خبرات مختلفة طبعا بايرن خبرات مختلفة هل الخبرات بتلعب دور أكبر ولا النواحي الفنية هي اللي بتشكل الدور الأكبر يعني انت تقيس دي ازاي بص في عنصرين عنصر الخبرات ده بيخليك انت وانت داخل انت شفت الكابتل الاسلام انها سامع قبل ما خوش يقولك ايه احنا راحين اول مرة مش عارفين ايه الحكاية ديت فطبعا ايه رحت خسران المطش هل المطش اللي بتاع التحاد السعودي ومطش بعد كده افسي سيدني بتاع استراليا حتى بقيتش كان هم ست فرق طلقت السادس ده اول مرة بس استفدت من الخبرة دي في 2006 اما طلعت في المركز التالت و2008 و2012 اما طلعت رابع يعني ابتدت الخبرات التراكمية لكن لا شك ان النواحي الفنية لها الدور الاجبر بس النواحي الفنية النادي الاهلي يملك اسكواد او يملك تشكيلة بتعجب النجوم في كل المراكز لو جيت قرنتها بكل الفرق الموجودة برضو معادة بايرل يعني بايرل برا الموضوع حتى اقول لك الحاجة انا مثلا لما سئلت قبل خالص القرى كان الناس فكر ان الاهلي هيلعب الدحيل من الاول لا ما كانش لسه القرى هتتعامل لما سئلت الاعب الدحيل ولا لاعب تجرس اونال ولا لاعب ألسان هيمون داي موضوع التالت احتبالت اللي كان يلعبهم أنا اخترت خيار الدحيل رغم انه بيلعب على ما لعبه يعني عنده ميزة اللعبة خلي بالك ميزة اللعبة على ما لعبه بس طبعا عشان ما فيش جمهور كبير يعني لسه مكان عائي بيحس انه بيلعب في ما لعبه مظبوط فاخترت دي لكن كان نفسي ان النص التاني ان انت لو تجاوست ان شاء الله هذه العقبة انك تلعق تخش في سكة ابطال امريكا الجنوبية يا سانتوس يا بالميرس ليه دايما اسلوب اللعب لو مختلف عنك كتير غريبة عليك خالص هتلاقي ان المشكلة صعبة طب هتقول لي اشمعنا الدحيل من المقارنة دول نقارنها مقارنة فنية خلصنا من حتة الخبراء نادي الدحيل اولا هو زي منتخب من جنسيات مختلفة لان من اللعيبة اللي موجودين في القائمة في عشر لعيبة مجنسين مش اصلهم قطريين وغير اللعيبة المحترفين ومحتفظين بجنسياتهم يعني غير اللعيبة غير محترفين بس في لعيبة عشر لعيبة مجنسين مجنسين فلعيبة كتير بقى تانين معاهم جنسيات اخرى يعني في علي كريم الايراني ردي ايان برضو الايراني حتى احمد ياسر المحمدي مصري الاصل وعندك ادملسون برازيلي وعندك دودو برازيلي وعندك يعني عدد كبير من اللعيبة وصولهم حتى افريقية بعضهم زي مثلا نقول علي عفيف التنزاني الاصل زي مثلا المعز علي السوداني الاصل يعني لعيبة كتير قوي مش اصولهم قطرية فتشكيلة مختلفة انما التشكيلة دي لما نيجي نحكم على طريقة لعبها اسلوبها قريب من اسلوب لعب اللي الاهلي بيلعبه سواء على المستوى الافريقي او على المستوى المحل فده طريقة لعب متشابهة يعني مش هيفجأك بحاجة انت ما تعرفها اما فريق قلسان هيون ضاي فبالرغم من ان اعماره هي اكبر معدلات الاعمار من الفرق الاربعة سيبك من البايرن والوسانتوس او بالميرس معدل اعماره الاكبر بس هو الاكثر دينيا مكية الوقت الاهلي على الرغم من انه يملك تشكيلة كويسة لكن يزعجه حتة السرعات مدرسة كوريا الجنوبية مدرسة اليابان شوية بالزبط الالتزام التكتيكي والسرعات وخاصة كوريا يعني احنا لعبنا كتير منتخبات وكانت الفرق دي بتتعبنا زي ما حضرتك بتقول السيستم بتاع العبون مختلف تماما عن الماتشاط في الدورة المحلي حتى على مستوى الماتشاط مثلا لو بنلعب تونس او المغرب اعتقد الماتشاط دي بتبقى أسهل من لعب كوريا لان عندهم صورة جميلة جدا انت بقى برضو عما تقول لعب تونس او المغرب انت بتلعب فرق شبهك يعني قريبة في الشبه حتى في الرسمة التكتيكية في أسلوب اللعب عشان كده انت ما بتلاقيش مشكلة مثلا حتى في دورة أبطال أفريقيا اللي فات عما لانت تبقى الوداد والزمالك عما لعب مع الرجاء كلها انت كنت مستعد دكتر منهم لان كان عندك دوري شغال ودول قاعدين أكتر مننا مريحين واما كانت الكورونا الشوطة التانية بتاعت الكورونا عندهم بقعدت لعيبة كتير واثرت على المستوى عندهم فظهرنا احنا بشكل فني أعلى انما بالنسبة للفرقة التانية مثلا فرقة تيجرس اونان فرقة عندها مميزة في بعض خطوطها بسرعات وقدرة على الاختراقات عشان انا خصلك مشكلة الاهلي في حاجتين في هذه البطولة في مشكلتين فنيتين بيواجهوا الاهلي مش الاهلي بس ده فرقة كتير مصرية عندها نفس المشكلتين بس عشان نقول احنا نقدر نعمل ايه نشوف عندنا ايه المشكلة عندك مميزات كتيرة عندك مميزات انك عندك سكواد واسع يعني تقدر مثلا في الشادو سترايكرز دول عندك سبع تمن خيارات عشان تختار تلاتة حيلعبوا عندك في مركز راس الحربة اللي كان مشكلة بتاع النادي الاهلي بقى عندك اربعة عندك في الديفندرز اللي كان عندك بتلصم في السولية وقاليو ديونج لو حد منهم غاب على فكرة اسمه قاليو ديونج ديونج مش ديانج عشان اصلا ما قلتها في تعليقه على واحدة من مبورات لاتنس يا عم تعملت الفلسفة هو اصلا المالي بتتحدث بالفرنسية ديونج زي لما نقول نيونج مش نيانج فيه لعيبة كتير اسمهم نيانج هو ايه عشان الفرنسية اللي كانت الفرنسية فكتير دوب بتلصم في الاتنين دول لو غابوا حتى كان حمدي فتح مصاب خلي بالك ان تقريبا اربع شهور من الموسم اللي فات كان حمدي فتح مصاب فبقت لو الاتنين دول حد غاب فيه مشكلة لا بقى عندك اكرم دخل كمان غير التلاتة بقى اربعة واربعة يعني تقال اربعة اي حد بينهم يغط مشكلة الاكبر ليه ايه قلب الدفاع السردباكين السردباكين ان انت في وقت من الاوقات تخيل وصلت انك انت ما عندكش غير ياسر ابراهيم وايمن اشرب وفيه في نهاي افريقيا صحيح ما فيش غير دول يعني لو ما فيش دول هترجع بحام دفاتح سردباك سردباك او تدخل محمد هاني جوه كانت مشكلة كبيرة لا بقت عندك وفرة فيها والدليل انك عندك خمسة الوقت موجود في قلب الدفاع عندك بدر بنونو ايمن اشرف وعندك ياسر ابراهيم وعندك رامي ربيع وساعد سمير يعني داخل عندك البكات يعني بتكلم على سكواد كام طب ايه بقى المشكلتين مشان برضو نرجع نمسك المشكلة الاولى المشكلة الاولى هي مشكلة خاصة بمعدلات التهديف النادي الاهلي كلاعب فني ومستوى اداء وتربيط للخطط الهجومية وخلق للفرص بيعمل زي اي فريق على مستوى مش مستوى مصري او افريقي على مستوى قريب من العالمي بتعمل فرص للتهديف كتيرة عندك حلول كتيرة ولكن بتصطدم بايه المعدل العالمي للتهديف بيقولك من كل تلت فرص مؤكدة تسجل هدف وما معنى الفرصة المؤكدة انفراد ده فرصة مؤكدة كرة عرضية متصلحة لعيب موجود في مثلا في منطقة الست ياردات ومهيئ انه يسجل هدف ضرب الجزاء تزديدة من حتة عند مثلا قوس منطقة الجزاء لأصبحت زي ضربات جزاء لو اي فرقة عندها تلت فرص طبعا ممكن فرقة بتلعب مباراة كلها بتدافع وتروح جالها فرصة واحدة بتسجل ده معدل معدل اجمالي من اجمالي عدد كبير عندك ثلاث فرص على اللي لازم تجيب هدف تجيب هدف عشان كده مثلا اما تلاقي فرق كبيرة التقيلة اللي مثلا يكسب لك أربعة صفر اما تيجي تقول رفلي كده بشكل يعني تقريبي ان جات له كم فرصة هتلاقي جات له حداشر فرصة اتناشر فرصة جيوله وسجل أربعة جات لك تسع فرص سجلت تلات جالك تلات فرص فكسبت واحد صفر يعني يعني أنا بنكلم من ده طب تعال بقى قارن دي بالمعدلات التهديف حتى في المباراة الأخي بالمواصفات اللي أنا قلتها للفرص المحققة للتهديف في مباراة البنك الأهلي جاءت للأهلي تمن فرص محققة للتهديف او حداشر ها انت حسبتها انا كان نتالي حداشر مبين محققة غير غير الفرص العادية لا ألم أتكلم محققة محققة ثمان فرص حقيقية يعني أما تلاقي جاية كرة لولتر بوالية جوا منطقة الجزاء وهو بينه وبين الجل ياردتين الكرة اللي بالهد في الأرض دي اه الكرة اللي بالهد في الأرض التزديدة بتاعت أليو ديونج اللي جات منها الهدف بعد كده وتلغى بتتكلم ده على ثمان فرص المفترض لو بالمعدل العالمي ثلاثة صفر تلت تقريب او يعني اتنين صفر او اتنين صفر فأنت ما جبتش تيجي للمباراة الأخيرة قدام بيراميدز جالك خمس فرص للتهديف يعني المفروض ما بين واحد و اتنين صفر كنت تبقى كسبان المباراة صحيحة بعيدا عن عن تدخلات عنصر التحكيم ومش عايزين نتكلم عنها لأن أنا غالبا ما بتكلمش عن التحكيم سواء لأي فريق لأهلي أو زمنك أو ما حيبش أتكلم عن التحكيم ليه؟ لأنك انت اتقلك ايه؟ ده الوداد وعدينه ببطولة أفريق طيب وعده زي ما توعده وانت كأهلي نازل مباراة الزهاب بفورمة فنية ده انت كمان ايه؟ كنت كسبان واحد صفر أما تحسبت ضرب الجزاء بكفاءة منقطعة النظير لأحمد الشناوي لمحمد الشناوي أنقص ضربة الجزاء فخلك في المباراة راكب لسه يعني عايز أقولك كفاء وكفاءة مش منفراغ لأن ضربة الجزاء دي كانت الرابعة للشناوي اللي مجيش صحيح الرابعة ضربة الجزاء كانوا أربعة ثلاثة في الدورة وبتاعة أفريق فده نقطة أولانية أنه انت عندك قصور في معدلات التهديف قياسا إلى الفرص الحقيقي طيب ايه المشكلة التانية؟ مشكلة التانية عندك مشكلة أنه فيه مساحات بتخلق للفريق المنافس لو عنده سرعات فرص كتير ونضرب مثال بفريق يعتبر السنة دي ليس من الفرق المميزة أو في الدورة يعني فريق الانتاج أو كان أخير دورة أو بتاع الانتاج انتك سبت أربعة واحد من أصل حوالي عشرين فرص التهديف صحيح وجبت أربعة تجوال يعني حتى ده أقل برضو من معدلات رجمية جبت أربعة تجوال بس جا في الآله هدف وضاعت من فريق الانتاج أكتر من فرصة قريبة جدا من التهديف جوة منطقة الجزاء فده طبعا عناصر كلها بتخلي اختراق دفاع الآلي ممكن يحصل في مواقف كتيرة جدا وده ظهر في كتير من المباريات حتى انت بتلاعب أنا مش هتكلم مثلا انك انت بتلاعب الزمالي حتى مباراة المعاولين فرصتين هما راحوا بفرصتين جنونين بالظبط شوف كده راجع لجوال الأهل داخل فيه أربعة هدف في الدورة وبنتكلم في الدورة السنة السنة اللي فاتت كلها سبع أهداف فاربعة وثلاثين مباراة يعني تقريبا أقل من ضعف عدد الأهداف فاربعة وثلاثين مباراة نحن نتكلم دلوقتي في في الأسبوع العاشر بس الأهل اللاعب تسعة عشان مؤجلة مباراة الأهل فتسعة فيهم أربعة أهداف لا ده معدل أزيد لو رجعت الأهداف تلاقي كورة مضروف فيها الدفاع وبقت الفرق بتلعب على حتة معينة أجناب متقدمة وعش كده ما يخش لك على لقاء الدوحية الوقتي هكلمك على النقطتين دول لازم نعليجهم إزاي فأنت عندك حتة إن في كورة ما تترمي في أماكن معينة في مساحات يبقى دي بتشكل خطورة عن أهل طبعا حتة إنك أنت تسجل بمعادلات تهديفية كويسة دي ممكن لو اللعيبة عندها الإصرار والعزيمة وعندها حسن استغلال الفرص وهم متأقلمين عن أجواء المنديال صحيح اللعيبة تغيرت بس الخبرات بتبقى تراكمية يعني خد بالك إن اللعيب اللي في النادي الأهلي اللي ممكن يبقى عنده مثلا عشرين سنة بس بيلعب في الفرية الأول سنتين ولا حاجة صحيح بياخد خبرات أكتر من اللعيب تاني لعب في الدولة الممتازة خمسين سنة ليه لأنه هو فرقة وبتلعب على بطولة وتحت ضغوط وتحت ضغوط على طول وتحت ضغوط جماهيرية وضغوط سوشيال ميديا وضغوط داخل التدريب لازم ينفس كويس عشان يلاقي مكانه في الملعب فكل دي ضغوط وأهم ضغط ما في دول إن أنت ما ينفعش ما تقديش دورك يعني 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 أنت مثلا إيه وولتر بواليا ده كان بيجيب جوال في الجون مداري ولا حد شايفه ويجيب ما يجيبش ما يجيبش ما يجيبش ما حدش يجلمه إنما لوقتي وولتر بواليا أما تحط تحت الضغوط لا ده الناس كلها مستنية دي فإنت بتتبع بالخطوة إنت عندك مثلا لو لعيب عندك مثلا إيه زي محمد شريف بادي بداية قوية جدا لو خستع شوية لو نزل عشرة في المئة بس في المستوى إنت حتحس هتلاقي الجمهور ضغط آه بزبط يقولك فيه حاجة غلط دي الضغوط إنما إنما محمد شريف في السنة اللي فاتت بيلعب مع أمبي مرتاح تاني هدف الدوري وجاب 14 جول كلهم أهداف جميلة جدا جاب جاب ما جابش محدش حقيق يعني راح انفراد ضيحة ماشي بتعدي محدش بحس بيها هنا لأ إنت مفيش إنت شوف إنت كهرباء رغم إن هو بيجيب أهداف إنما الضغوط اللي اتعرض لها أما بس شوية أهضر فرص في الفترة ما قبل إنه يسجل في الدوري الأربع أهداف بتوعق فإنت عندك المشكلتين دول مشكلة التهديف ممكن إنها تحل وممكن إن المسيماني أنا من ضمن الحاجة حتة الحلوة في الفيديو بتاع سر التاسعة دقيق إن فكرة إنك إنت تستغل للضربات السابتة ومش بس كده شفت مسيماني في التدريب بيلعب على حتة إن الضربات السابتة دي إزاي استغلها سواء ضربة روكنية أو ضربة حرة برمانطية الجزاء وقارنها بمباريات الفريق المنافس ده بيعمليه في الضربات السابتة فهو بص أما رجعنا للأهداف أنا رجعت للأهداف الزمالك كده قلت ده من الأهداف اللي جات في الزمالك 42% من الأهداف جات من ضربات السابتة صح وده نسبة كبيرة على فاكرة ما يجي فيك نص الأهداف من ضربات السابتة نسبة كبيرة فإذن أنا دي ألعب عليها فلاقيتوا بيمرنهم إزاي بيلعب الشرط كورنر عشان حد يقطع عليه وفي القطعة دي ده شغل جماعي مش 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 فلان اللي راح لا ده ده راح وده قفل عليه السكة من هنا وده قفل عليه السكة من هنا فاللي حي يستقبل الكورة حيلعبها فالسولية جابت بينها جول ما في العيبة متقفل على المدافعين عشان السولية يروح يبقى ما عندوش حد يزقه ومش شرط السولية أي واحد متواجد في البوزيشن ده أيوا بالضبط مش حاجة كده جات عشوائي حاجة تانية ان انت انا بقولك بس ازاي انت بتعالج قصورتها دي والحياة بقولك موسيماني كنا ساعتها اما كنت قاعد معاك كده ما كانش لعب عدد المبارات الكافي اللي نحكم عليه بس اما جيت بقى تتفرج على مجد قفش يقول له ايه ده كلمته اللي انا سمعها يعني انت اما تخش مرة هتعمل سلوك كده مرة هتقتم كده مرة هتخش كده وحددخل واحد مكانك مرة هتعمل هات وخد لكن في اوقات معانة لازم تشوت فشاط فجاب جول الفوس باللقى بالافريق خبال ففي حاجات مترتب او متمرن عليها الضغط مثلا في مبارات الوداد والضغط العالي وان لو الكرة تلعبت راس الحربة بيضغط على سردباك في الوقت ده ان قفشا يضغط على السردباك التاني اصمرت برضه ان هو ساعة ما دغت على السردباك التاني اول اهداف النادي يغلطه وراح جاب جول بالضبط ورجع لها دي حاجات وماتش العودة ماهو كرة ضرب مروان محسن ضرب الدفاع والجول اللي تلقى بس طلقه هو موقفه سليم ويتحسن صحيح فعايزين نقول ايه انت في الحلول الهجومية في لها علاج اما بقى النقطة الدفاعية دي مهمة جدا 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 وحقولك بقى مفرقة غريبة على قد ان فيرار اما كان مسك الاهل كان اسلوب لعبه مختلف عن الاسلوب لعبه مسماني في بعض نقاط منها نقطة الضغط اللي انت بتعملها على الفريق المنافس النهاردة شفت ازا مالك بيعملها بالشكل القريب اه امام فيل انك بتضغط فبتغلط في نفس وقت انت لما بتضغط مش بتضغط باتنين تلاتة وسايف حتة مساحة بلوك هي دي اللي هي بيسموه الدفاع الكمباكت يعني وانت بترجع بترجع كومباكت اللي هو الحفاظ دكتور على المسافات ما بين الخطوط في حالة الضغط يعني المسافات من اول نقطة لو تكلمنا على سردباك المسافة ما بين وما بين رأس الحربة بتتكلم في 20-25 متر فعملية الضغط النقطة اللي بتتحرك لقدام دي بترحل 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 لي عشان بالزباح عشان تبقى المسافة واحدة يبقى بالزباح انت اما بتشوف انتشار لعبة الاهلي في الوقت ده كان تحس ان كل لعيب في نقطة الضغط في لعيب وراه وفي النقطة دي في لعيب وراه فعندك كنت بتلعب بهذا الاسلوب انما الوقت انت بدأت تقفل اما بتفقد الكورة بس لما معاك الكورة ما بيبقاش فيه الهارمونيادنك بتقفل الحتة دي لا بيبقى فيه مساحات بيلتزم ناس ورا شوية فيوسعوا المسافة بين المدافعين ونص الملعب الاتنين الديفندرز وتبقى المسافة برضو واسعة بين الاتنين الديفندرز والاربعة اللي قدام او بعض من الرباع المقدمة لهم الثلاثة اللي تحتلاص الحربة وراس الحربة فده لازم يقفل طب ليه الكلام ده مهم جدا في مباراة الدحيل طيب من الروح ما احنا مش عايزين برضو يبقى الامور بتاعتنا واضحة قوي يعني نتكلم على الدحيل نتكلم عليه بشكل مفصل اكيد النادي الاهلي انا معاك ان فيه انا شايف انه بيقدي بيقدي بشكل اكتر مراء على مستوى الاستحواز مثلا دايما نسهب الاستحواز عاليا جدا اه فيه بعض الناس تقولك الاستحواز السلبي مالوش لازمة لكن النادي اللي هي بيعمل الاستحواز ايجابي ليه بعدد الفرص او خلق الفرص اللي بيخلقها فده استحواز ايجابي انك بتستحوز عشان تبني او تخلق فرصة فالنادي الاهلي بيعمل كده اقيدك في النقطة يا دكتور بتاعت انه هو لازم يعني من 3 اربع فرص لازم نسجل طب تعال نروح مع حضرتك بنفس الاسلوب كده الدحيل القطري مواطن القوة فين بالزبط المواطن الضعف اللي ممكن نستغلها باسلوب النادي الاهلي عناصر المتواجدة داخل الدحيل القطري هاي هي عناصر فرقة تتميز بالكورة المرتدة هل تتميز بالكومباكت هل تتميز ب انها الضغط العالي عايزين نعرف من حضرتك برضو تفصيليا فريق الدحيل شوف فريق الدحيل ظهرت كل قدراته لما لعب باللعيب اللي حالي عببهم كسعامل الانداج يعني خب بالك ما حصل تغييرات كبيرة منها مثلا ان هم كانوا هايجيبوا فرجاني ساسي وانه فيه اتفاق كده شبه مبدأي معاه ولكن راحوا جايبين مين جايبين نسخة تانية من فرجاني ساسي ولكن لعيب عنده ناحية كدفندر أعلى من ساسي ليه بقى ليه هم اقتنعوا بعلي كريمي على فكرة علي كريمي ده مش باعبايرن بتاع زمان اللي هو كان مكسر الدني لا ده ده اللعيب سوار لسه عنده 25 سنة فهو يقول لك ايه انا عندي بما فيه الكفاية من اللعيبة اللي تقدر تديني في الناحية الهجومية وده اللي حقول لك في طريقة لعبوه تماما قبل ما ييجي علي كريمي كانوا بيلعبوا زي بنقولوا كده زي طبيع البسطة 4-3-3 دي الطريقة بتاعته كان بيلعب وقتها في نص الملعب كريم بوضيف اللعب الجزائري وكان بيلعب جنبه علي عفيف وكان بيلعب بناحية شبال لويس سيارة اللعيب البرازيل قد التلاتة تلاتة بس التلاتة مش تلاتة خبالك لان 4-3-3 دي حصل فيها تعديلات كتير قوي في 4-3-3 اللي بتلعب بها فرق كتير في أوروبا الوقت مش خالص تلاتة دفندرز كده مش تلاتة مرصوصين كده رأس يعني رأس مسلس واحد العالمين واحد على شمال يعني مثلا كان إنيستا يامل برشلونة في عز وكده كان ده واحد من التلاتة هو ده حتقول لي بقى ده دفندر كده ده كان من أمهر لعيب العالم كان عندك يعني لعيبة لعيب مثلا زي لوكا مودريتش بكل قدرات وأحسن لعب في العالم في سنة كالسة العالم 2018 مش أل بلك كان هو هو اللعب ده اللي بيقدده ياخد اليمين وبالك ياخد الشمال وفي النص بقى أي واحد من اللي كانوا موجودين لكن أنا بكلمك على نوعية أو طريقة لعب مختلفة تمام فهو ما عندهش النوعية يعني الضحيل كان بيلعب 4-3-3 يعني على خط واحد من النوعية العادية عادية جدا بس هما ما كانش عندهم اللعيب الدفندر اللي هو القوي لأن لو السيارة كان طرف الشمال بيكمل مع طرف الشمال تاري هقولك على الناحية اللجومية لكن كلعيب عنده القدرات الفنية والمهارية أكتر شوية من أنه يغطي في النواحي الدفاعية يعني مش زي مثلا اللعيب اللي هو بيلعب في شمال الملعب كده وينزل يقفل زي جوني رؤجيه مثلا يلعب تحت راسي حرب تلاقي أوتوماتيك عنده في دماغه أنه لازم يؤدي أدور دفاعي فهما أما جاء علي كريمي اتغيرت الطريقة لما حيلعبوا مع الأهلي بقى لعبوا بقى واحد وقداموا اتنين لا حيلعب ازاي حيلعب أربعة أربعة اتنين بس التفصيلة بتاعتها ازاي أربعة في الدفاع واتنين واتنين تانين قداموا مع الأجناب بيقوموا بدور الأجناح وقدام اتنين روس حربة واحد واحد راس حربة أمامي واحد راس حربة بيجي من تحت يعني مش راس اتنين في الصندوق يعني أربعة واحد واحد يعني واحد واحد راسان حربة في وقت الموقات هتلاقي الاثنين جوه منطقة الجزاء في بعض الأحيان هيكون واحد قدام واحد لو هم اللي بيحضروا لسه لكن في حالة لو الكورة من ناحية اليمين أو الشمال راسان الحربة جوه المباراة الأخير فغالبا هو اللي حيلعب المباراة دي أخر مباراة اللي عبوها خالص وما وقفوا على اللعب نعم مستوى الفني الحارس المرمى مش حارس يعني الشناوي مثلا بالمقارنة لو الشناوي على المستوى العالمي اللي تيقوم تسعة من عشرة الأي واحد من الاثنين يبقى أقل شوية من تمانية من عشرة تمام ده حراس المرمى نمسيك قط الظهر هقولك على التشكيلة اللي بتلعب في الفترة دي وإيه اللي ممكن هيطرق عليها من تغييرات في كاس العالم بيلعب في اليمين إسماعيل محمد وده لعيب أصلا كان نصف ملعب بس لعيب سريع لعيب طرف فنقله خلاه بكيمين طبعا المدير الفني اللي هو صابري لموشي ده كان لعيب تونسي الأصل بس فرنسي الجنسية فلعب لمنتخب فرنس رغم أنه كان ساعتها أنا فاكر كان فيه ضغوط عليه كبيرة أنه يلعب لمنتخب تونس قال لك لعيب العالم لمنتخب فرنس فنهى مشواره كله بتنشر مباراة دولية مع أنه لو كان لعب في تونس طبعا كان زمن لعب مباراة دولية هو لعب لأنديها فرنسية كتير جدا وممكن لعيب من لعيب المتميزية أنا شفته اتفرجت عليه فصابري لموشي يحب اللعيبة بتوع الأطراف عشان كده هقولك بقى قدي سبعيل محمد علي عفيف اللاعب اللي هو أصلا لعيب وسط هجومي هو لعيب تنزاني القص طبعا وحاصل على الجنسية القطرية برضو جنس علي عفيف ده بقى بيلعب بكش مال وفي النص بيلعب اتنين أحمد ياسر المحمدي ده واحد من الاتنين ده مفيش فيه فصاد مين اللي هيلعب جنبه في مهدي بنعطية اللاعب طبعا اللاعب في يوبنتوس ملعبش في المباراة اللي فاتت في الدولة ملعبش ملعبش في المباراة اللي فاتت بس هو الفكرة في انه عنده خبرات كبيرة بس المشكلة بتاعته الوقتي مع لموشي اللي هو إيه البط البط قال له اداله فرصة هو أكتر من مرة فهو بيتضرب بالدفاع ياريت هو اللي يلعب احنا شخصيا بقولك اللي هو يلعب لا انه يلعب لانه احنا عندنا سرعات ممكن نكسر به الحتة داي اللاعب التاني بقى اللي بيلعب مكانه بسامي جام يبقى كده في تغيير تقريبا واحد في الاربع نوصل لنص الملعب وجود علي كريمي هو ده اللي خلهم غيروا الخطة ليه لان علي كريمي لعيب مجهوده كبير جدا لعيب حتى اما جاه من من نادي الاستقلال ده كان لعيب دينامو بتاع نص الملعب اقرب الشبه كده قوي بمثلا اقولك بحسن عبد الربو شو بقى فاكر حسن عبد الربو مكان فورميته كده اللي هو اللعيب القوي اللي يقدر في وقت من الاوقات يوصل انه يبقى ليبرو وراء المدفعين كمان ويقدر يلعب ليبرو من قدام المدفعين ويقدر يلعب ديفندر عادي ويقدر يكمل في النحل الجمهي فعلي كريمي اللي بيضمن انه هو يأمن في المنطقة دي خلاه جنب لويس جونيور سييرا البرازيلي ده لويس سييرا البرازيلي لعيب ايه مهاري يعني عنده المهارة التسلم والتسليم الباسنج والدريبلينج مهارة كويسة اللي هو الجاري بالكورة بيقدر يتحرك بس عنصر القوة فقد شوال يعني عنصر القوة والشراسة مزبوط لويس سييرا ده برازيلي الاصل يعني برضو برازيلي الاصل لكن هو معجن سياقة فالتنين علي كريمي ولويس سييرا دول الاتنين اللي بيلعبوا ديفندرس وبيتحركوا في الأطراف ويقدروا يعملوا الأدوار المختلفة لتأمن الناحية الدفاعية والتالت بس بقى الناحية بقى دي اللي انا هقولك عليها فاربعة اربعة اتنين اللي هي الطريقة اللي بيلعبوه هم مميزين جدا في لعيب الأطراف فعندهم اتنين والاتنين برازيليين ادملسون جونيور ودودو ده برازيلي وده برازيلي والاتنين لعيبة مميزين جدا ومهارين جدا في اللعب على الخط فخلى الاتنين الديفندرس وخلى اتنين يبقوا اطراف صريحة اتنين ديفندر واتنين اطراف صريحة بشكل الجناحات بتاعت زمان بالزبط بشكل الجناحات بتاعت زمان وقدام في لعيب راس حربة صريح اللي هو المعزة علي المعزة علي طبعا اللي اتفرج على كأس القوم الأسيوية الأخيرة كان هو دوره تقريبا 80% من نفوز قطر بكأس القوم الأسيوية وهدى في البطولة واحسن لعب في البطولة وكل الكلام ده مستوى قال فقال لك انا اقام النفس بمين راح جايب اللاعب المميز الاخر اللي هو مايكل اولونجا الكيني الكيني القص مايكل اولونجا في حياته كلها لم يلعب كما لعب في الشوية الأخيرة دول لان مستوى تطور جدا هو حتى كان مميز شوية بس كان بيلعب ايه بقى بيلعب رقم عشرة في كاشيوا بيرسول النادي الياباني اللي جاء منه على سبيل الاعارة على الفكرة مش جاي جاي على سبيل الاعارة في كاشيوا كان هو بيلعب رقم عشرة هنا لا هو مخليه تسعة صريح والمكان بقى اللي هو اللعيب الاقوى واللي عنده بدنيا عالي كيني الاصل هولونجا هو اللي يلعب تحته فيبقى كده اربعة وبعدين اتنين في نصف الملعب واثنين في الاطراف واحد مواجم في الصندوق واحد مواجم بيجي من تحته فدي كده الطريقة اللي بيلعب به فانت عشان تواجه هذا الفريق اكبر مشكلة عندك انك عندك اتنين عندهم المهارة اللي يعدوا من الاجناب من الاطراف يعني يستغل الفرصة ان اي طرف من الطرفين يتقدم يلعب من وراك فانت هتبقى تقمنها ازاي هتقمنها بانك انت عندك في نصف الملعب واحد قافل باستمرار على حياته لو تفتكر لما مثلا كان بن شرقي ازاي زيزو كان بيعرف يوقف في الناحية دي يعني زيزو اللي هو يمين بيقابل للشمال اللي هو بن شرقي كان بيسقط معها لغاية الاخر خالص ويطلع معاه وهكذا فكان تقفل السكة دي زي مثلا اما كان جونيور اجايبي يلعب كما لو كان باك شمال قدام الباك الشمال علي معلول ازاي انت تقدي دي تقفل المساحات دي واعتقد يا دكتور يعني طبعا يعني اكيد كان نفسنا الوقت الفقرة يطول شوية لان فيه كلام كتير وان شاء الله هتكون متواجد معنا فيعني من الواضح ان كمان فريق الضحيل مش من الفرق اللي يستهان بيها فرقة على مستوى عالي جدا لازم نركز واعتقد ان واحي الفنية اللي حدود بتتكلم عليها دي مهمة جدا ويمكن الجهاز الفني النادي الاهلي اكيد درسها بشكله وباخر نتمنى ان شاء الله التشكيلة المناسبة وطريقة اللعب المناسبة هو دوت يعني هو دوت اللي حيفرق معنا ان شاء الله اللي حيفرق مع الاهلي حكتين اولا انه يقفل دفاعاته على الاجناب الاطراف نبرا اتنين اه على الاطراف ده مهم جدا مهم جدا بس مش بتغيير طريقة اللعب يعني انا مش مؤيد مثلا ان انا لعب بتغيير اكرم مع شوية تقفل بنفس طريقة اللعب بواجبات معينة للاطراف بواجبات معينة حتى للاطراف الامامية الهجومية في حالة الدفاع هيبقى عاملة الشحات ده ممكن في ثانية لايه با كيمين اللي حلعب شمال مثلا كهرباء او طاهر محمد طار لازم ينزل يبقى تاعة دي نقطة مهمة لا غنى عنها بالنسبة نتمنى التوفيق للنادي الاهلي يا دكتور واحنا تشرفنا بوجود حضرتك معنا ودايما بتبقى فقرة مميزة جدا ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دي كاني طبعا نهاية فقرتنا مع المتميز الدكتور طاري الادور بعد الفاصل معنا الكابتن الكبير المعتزين شكرا جزيلا